اشتركوا في القناة والنهاردة هو الاجابة على اسئلة المتابعين على قناة اليوتيوب وبدانية انا بحب اعتذر عن عدم قدرتي على الاجابة على جميع الاسئلة نظرا لضيق الوقت لكن لنا بوعد بان جميع الاسئلة التي توضع على الموقع عندي اللي هو اسمه ارافيلي دات كام او موقع الدكتور هلال بنجاوب عليها لان دايما الموقع بيبقى مفتوح عندي وبجيني اختارات اول باول ودايما بجاوب عليها وبالنسبة للي يحط اسئلة في الموقع ما يلاقش من ناحية الخصصية ليه لان هو ممكن يكتب اسمه مستعار بس يثبت على هذا الاسم في جميع الاسئلة بتاعته وما يكررش الاسئلة كتير لان الموقع اول حاجة لو واحد بيكرر اسئلة بيعتبر ده سواء سبام وبيحزف الاسئلة بتاعته كلها ولو واحد استخدم اكتر من اسمه مستعار برضو الموقع بيستشعر هذا الامر ويعتبره سبام ويحزف الاسئلة بتاعته ما بنشوفهاش فلا تكرر فنصيحتي ما تكرر الاسئلة كتير دي حاجة او حاجة تانية استخدم اسم مستعار اي اسم تحبه بس استقر عليه في جميع الاسئلة بتاعتك نبتدي بقى الاسئلة على الموقع العفو على قناة اليوتيوب اللي جات خلال اليوم ده او اليوم اللي فات اول سؤال كان عند الفيديو اللي صادقه ده اللي هو خاص به المصاب الكبد الوبائي به اه بعد العلاج والشفاء هل يختاف الفيروس ام لا ففي واحد بيسأل بيقول هل القبلة الحميمة من الراجل اللي زوجته اه ممكن تنقل العدوى الاجابة المختصرة لا لا تنقل العدوى ويبدو ان واحد ممكن يكون مصاب يعني ربنا عفيه وشافيه والان انه ممكن يعدي زوجته من التقبيل لا مش هتعدي زوجته من التقبيل وحتى الممارسة اه الكاملة لن تعديها اذا استخدمت كبوت واذا كنت بتاخد العلاج واصبح الحمل الفيروسي عندك لا يمكن اكتشافه بالتحليل او لا يكتشف الاخر التاني ده اخر فيديو نسلناه عن كسر القضيب وده موضوع طبعا مهم الى اه للغاية بالرغم انه هو نادر ولكن اذا حدث اه ممكن يحصل من وراء مصيبة كبيرة بالنسبة لحياة الرجل والانجاب وقدرته الجنسية والسبب في ان المصيبة ممكن تحصل ايه ان اه ان اللي بيعمل اه ان اللي بيحصل ان الكسر عنده القضيب برا اه خارج العلاقة الجنسية بيبقى عنده خجل او حياء انه يتكلم وبيحاول ياخد مسكنات قوية اه بحس تخفف الالم وبعد كاما يوم القضيب بيخف طبعا والالم بيزول لكن لما بيخف بيتكون انسجة اه تلايف نوع من التلايف اللي احنا بنسميه سكار هذا التلايف ممكن يؤدي الى انعواج القضيب بدرجة كبيرة تعوق الانسان عن موارسة احاده الجنسية وقد تعوقه ايضا عن القدرة على الانجاب فنصيحتي اه للي يحصل عنده هذا الموضوع وهي في الغالب هما بيبقوا حبيبنا اولادنا من الشباب لانه بيبقى متحمس حبتين انه يخلي باله انه ما يتعرضش لهذه المشكلة وايزا لا قدر الله تعرض لها فيسارع بالعلاج وما يخليش الحرج او الخوف او القلق او الخجل يمنعه من العلاج لان العواقب وخيمة اه بعد كده السؤال اللي بعد كده من لا ده ما فيش اسئلة بقى اه ربنا يبارك لك صباحك الله بالخير اه واحد بيسأل هنا السؤال الاخير ده بتاع عن واحد بيقول عن القضبة عنده اه في نحافة من عند القاعدة بتاعته فشكله زي الجزرة ايه اللي محطوطة على راسها في بيسأل بيقول اه رحت للدكتور وقال لبيروني وداني علاج بس انا ما كملتش العلاج عشان كان عندي اه باخد علاج سي فيروس كبد وباقي سي اه نقول له والله ايه اه وطبعا السي اهم واخطر وكمل علاج السي وبعد كده ممكن تكمل علاج البيروني مفيش مشكلة ان شاء الله اه بعد كده ايه اميسك حلو ده بيغازل ده يا سيدي متشكل ولو انه بيغازل اميس مش بيغازلني اه التواصل مع الدكتور هلال ازاي كتبتلك اللينك اللي بتتواصل عنها وبالمناسبة اقدر انوه هنا ان التواصل المجاني على الموقع هو الطريقة المفضلة والازباب ان انا انك انت يا استاذي لما بتحط سؤالك على الموقع اه السؤال بيتانيته موجود ومنشور هو والاجابة بتاعتي فبالتالي اي زائر ممكن يشوفه يستفيد منه وهذا هو الهدف من اه الشغل بتاعنا كله اونلاين اه دي حاجة الحاجة التانية اه اه ان الخصصية بتاعتك لان تجرح لانك انت ممكن تستفدم زي ما قلت في بداية الفيديو اسمه مستعار بس المهم اه تلزق على هذا الاسم وجميع الاسئلة بتاعتك تحطها تحت هذا الاسم يعني السؤال الاخير اه السؤال اللي بعد كده هو عن فيروس الايدز طرق العدوى اه ما طرق العدوى وما انواع التحليل وما الانسب لك ده برضو اه الفيديو ده بيجاوب على اسئلة كتيرة جدا من المنشغلين او القلقانين من الايدز واحب اقول لكم ان تقريبا الاسئلة اللي بتجينا عن الايدز اه وما يتعلق بالايدز تمثل حوالي خمسة وتسعين في المية من الاسئلة من اجمال الاسئلة وخمسة في المية ده جميع المجالات الاخرى من الامراض والخمسة وتسعين في المية ده منهم اتنين وتسعين في المية ناس ليسوا مرضى وانما بيسألوا وبيستفسروا فهذا السؤال العدوى عن الايدز التحليل بتاع الايدز هذه هي الاسئلة المكرر دايما اه انصح اي واحد يبقى يقرى الموضوع اللي موجود في الموضوع الموقع المقال قبل مسأل سؤال لان في الغالب هيلاقي الاجابة موجودة وبالتالي مبقاش محتاج انه ينتظر لما الدكتور هلال او الدكتور غير الهلال يجاوب يعني ويتنته قاعد منتظر في الا ماشي اه لو سمعتك دور حضرتك ذكرت اه ده بيتكلم عن علاج فيروس الايدز الخاص بالموضوع اللي انا حطيته هنا في الفيديو ده اللي كان بيقول دراسة اتدعي اكتشاف دواء يقضي على فيروس الايدز ماشي هزا الكلام من سنتين وبيقول طب يا ترى فيه علاج ظهر مظهرش هو احب اقول لكم ان العلاج ده لم يعتمد بعد وده شيء طبيعي في مجالات الادوية الجديدة احيانا بتاخد خمس عشر سنين عشان يتم الايه الموافقة عليها اه بعد ان تستكمل جميع الشروط الصحية ما يكونش فيه ليها اضرار جانبية وتكون فعلا فعالة وهزي الامور اللي بيعتمد عليها موافقات الجهات الصحية فده الدواء ده لم يعتمد بعد اه وما فيش اخبار عنه مؤخرا انه هيعتمد قريب يعني ما زالوا في ايه في الشغل عليه اه السؤال اللي بعد كده كان عن دواء جديد لكوفيد دواء جديد لكوفيد تم الاعلان عنه امس في المجالات العلمية واحد بيسأل عن ايه لا يوجد بس اه ده البس المباشر والله البس المباشر شوية احد مشاكله هو التوقيت احنا بنبقى هنا صحيين وانتو نايمين او انتو صحيين واحنا نايمين فبالتالي لكن ان شاء الله وهو طبعا الوقت بصراحة يعني انا عشان اعمل لكم البس المباشر اه هلاقي ناس تبقى حاضرة يعني بدون ما يكون بالنسبة لهم يعني مناسب وقت مناسب حوضو دسة عشب الليل عندي يعني اللي هو تقريبا اربع العصر بتبقيد نصر فاعشب الليل عندي ده بيعتبر متأخر وببقى لوحد مجهد جدا جدا فربنا يسر ان شاء الله ونرجع للبس المباشر مرتاني واخونا بيسأل برضو بيقولك انا فتحت الموقع مش عارف ما فتحتش صفحة اه ده احتمالات يا اما انت كاتب اللينك غلط يا اما الانترنت عندك وقتها كان غلط وحطت له اللينك الصحيحة اللي ممكن يقدر يتواصل من خلالها اخونا بيقول ايه بقى دوت في فيديو اخر اسمه ايه الفيديو ده يمكن ده يكون السؤال الاخير يا اخوان عشان الوقت ما طولش عليكم هل نتيجة تحليل الاسابة وان مينت وان مينت معلش انا هخلص الفيديو عشان طلبتني في شغل هل نتيجة تحليل الاسابة بفيروس الاس تتأثر بعوامل خارجية ده الفيديو اللي هو اخونا ده بيسأل تحدي بيقول ايه اه عملت علاقة خمس اشهر وعملت اول فحص كومبو شهر نيجاتيف وبعد ثلاث شهور وبعد خمس شهور وبعد مش عارب ايه ده بقى يعني اكل شيه اه سؤال بتكرر يعني مئات المرات بس يمكن الكلمات بتتغير لكن هو نفس فكرة السؤال ولكن عندي اعراض وهو عنده اعراض يعني نفس الفكرة انه عمل التحليل ويطلع سلبي وعنده اعراض ومحتار ايد يطرى التحليل غلط وهو عنده الايدز ولا ايه الحكاب زو الاجابة عليه اخوانا واحدة ومن كتر اعادتها يعني بتقلي كتير منكو عرافها ان تشخيط الايدز او الاصابة بفيروس الايدز لا تعتمد على الاعراض وانما تعتمد على التحليل وايا كانت الاعراض اللي عندك والتحليل بتاعك سلبي يبقى اذا انت لست مصابا بفيروس الايدز طب ايه الموضوع الاعراض دي لما انا ما عنديش فيروس الايدز موضوع الاعراض دي انها ممكن تكون لأي سبب يعني حالات وامراض لا حصرة لها ممكن تؤدي الى هذه الاعراض طب انت تعمل ايه اول طريقة تعملها واسهل طريقة والطريقة المختصرة جدا واللي بتجيب نتيجة في 95% من الحالات وهو اتباع اسلوب الحياة الصحة اول حاجة تعملها اتباع اسلوب الحياة الصحة هتلاقي نفسك اتحسنت وبقيت زي الفل خلال شهر بس لما تتحسن استمر عليها ان شاء الله طبعا ده بشرط انك انت ما تتعرضش للعدوى من جديد لان انت المرة الاولى ربنا سطر وطلعت سلبي ما تضمنشت المرة التانية الا اياس وبكده انا اكون خلصت الرد على الاسئلة الفيديو السريع ده وان شاء الله اشوفكو في فيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى